اشتركوا في القناة تتمركز بها قوات التحالف الدولي داخل العراق وسوريا خلال الايام الماضية ومع مواصلة الاستعدادات والجاهزية لتكون ضمن طرفي الحرب الا ان تصاعد الاحداث في غزة احدث انقسامات حادة داخل صفوف الفصائل العراقية بشأن استهداف المصالح الامريكية داخل البلاد بحسب خبراء عسكريين بالاضافة الى تفويض الحكومة بشكل كامل حول التعاطي مع حرب غزة وهذا ما دفعت به بعض الفصائل في مقابل فصائل اخرى ترفض هذا التفويض لانه يحرجها خصوصا ان الحكومة ستعتمد على الحلول الدبلوماسية في نهاء هذا الصراع وهما يتناقض مع طبيعة متبنيات كالفصائل لكن في المقابل هناك من يقلل من امكانية الانقسامات داخل هذه الفصائل كون قرارها يأتي من مصدر واحد في اشارة الى الهيمنة الايرانية على قراراتها بالكامل في الاثناء اكدت مصادر عراقية تدفق المزيد من مقاتل الفصائل العراقية الى سوريا ولبنان بالتزامن مع مزاعم تشير الى تشكيل غرفة عمليات للمقاومة من ثلاثة بلدان لتصطفى الى جانب حركة حماس وذكرت تقارير ان قادة المجموعات المسلحة سافروا بشكل متواتر الى سوريا ولبنان رفقة مجموعة مسلحين ولا تبدو مهمتهم قتالية بل الاستطلاع والمتابعة بالتنسيق مع مجموعات من هذين البلدين عند مواقع حدودية وايا كانت المهام المكلة بهذه المجموعات المسلحة فان هناك شبه اجماع عراقي على عدم زج البلد في اتون التصعيد بعد سنوات عجاف خاضها العراق في اتون الحرب والتصعيد اشتركوا في القناة